رغم التلويح الأمريكي بالتصدي الحازم للهجمات في البحر الأحمر تواصلت الضربات ضد سفن تجارية دولية في مناطق تقول القيادة المركزية الأمريكية إنها تخضع لسيطرة الحذين فالبحر الأحمر أصبح مسرح لهجمات تنوعت خلال الساعات الأخيرة ما بين الطائرات المسيرة تارا والصواريخ الباليستية تارة أخرى يقول مسؤولون أمريكيون في البنتاجون إن هذه الضربات تحمل بصمات إيرانية من حيث نوعية الأسلحة المستخدمة والقدرة على توجيه الطائرات المسيرة تؤكد صحيفة وولد ستريت جورنال هذه المعلومة لتكشف عن قوات شبه عسكرية إيرانية تتولى تقديم معلومات استخبارية للحوثيين ليستعينوا بها في تحقيق ضربات دقيقة للطائرات المسيرة ما يؤكد على هذه المعلومة هو حديث مسؤول أمني غربي عن الدعم الاستخباري الإيراني للحوثيين الذين لا يملكون تكنولوجيا الرادار لاستهداف السفن ما يعني عمليا أن صواريخهم ستسقط في الماء دون توجيه إيراني مباشر سرعان ما نفت إيران وكعادتها الوقوف رأى هجمات الحوثيين لكنها في الوقت ذاته لم تتردد في إطلاق تحذيرات من رد غير متوقع إذا تحركت إسرائيل قرب المورات المائية وفي خضم هذا التوتر ضبطت الدوريات البحرية للحكومة اليمنية سفينة أسلحة وذخائر مهربة لجماعة الحوثي في عرض البحر الأحمر في إطار الدعم الذي تتلقاه الجماعة الموالية لإيران وأمام هذا الإمعان في مواصلة الهجمات تحذر صحيفة نيويورك تايمز من تفجر الصراع بين البحرية الأمريكية والحوثيين إذا ما قررت واشنطن شن ضربات انتقامية ضد مواقع لوجستية يمنية